السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستحدث عن ترتيب فرق الدورة المصر ستحدث عن ترتيب الهدفين بكرة وإذن الله تبدأ الجولة العشرة مباراة الاهلي أمام نادي بيرامدز متمعي الكرام بالنسبة للنتائج المباريات الاهلي عمر المنتدى على المقاولين العرب وفاس تلاتة اثنين يوم الخميس معبدلات الجولة واحد وعشرين واحد الفين وعشرين الجمعة اتنين وعشرين وواحد وعشرين بيرامدز تعادل أمام سموحة واحد واحد وطلاع الجيش فاز على الانتاج الحربي 3-0 ويوم السبت 23-1-2021 الإسماعيل تعادل أمام غزل المحلة 2-2 أسوان تعادل أمام الزمالك 0-0 سلبيا واليوم 21-4-1-2021 الجونة فاز على ودي ديجلة 2-0 وإن بفاز على البنك الأهلي 3-2 خانت تعرف على ترتيب فرقة دور المصري ومنتظر ترتيب الهدفين وانت تعرف برضه على ترتيب سنوع الأهدف في استدارة ترتيب جذول الدوري المصري الأهلي في المركز الأول بعشرين نقطة من سمان مباريات الزمالك في المركز الثاني بعشرين نقطة أيضا من سمان مباريات بفارق الأهدف عن الأهلي أما الجونة في المركز الثالث بـ 18 نقطة من 9 مباريات المصر في المركز الرابع بـ 13 نقطة من سمان مباريات وابيرامتز في المركز الخامس بـ 13 نقطة من سمان مباريات ثم اينبي في المركز السادس بـ 13 نقطة من سمان مباريات مصر المكاسة في المركز السابع بـ 13 نقطة من سمان مباريات سرمكا كليبطرة في المركز السامن بـ 11 رقطة من 8 مباريات سموحة في مركز التاسع بـ 9 نقاط من 8 مباريات البنك الأهلي في مركز العاشر بـ 8 نقاط غزل المحلة في مركز الـ 11 بـ 8 نقاط الاتحادس كندير في مركز الثاني عشر بـ 8 نقاط من 6 مباريات أسوان في مركز الثالث عشر بـ 8 نقاط الاسماعلي في مركز الرابع عشر بـ 7 نقاط طلع الجيش في مركز الخامس عشر بـ 7 نقاط المأولي العرب في مركز السادس عشر بـ 7 نقاط ودي دجلة في مركز السابع عشر بست نقاط والإنتاج الحرب في مركز السامن عشر والأخير بخمس نقاط أما عن ترتيب هدافي الدورة المصر المنتز بعد الجولة التاسعة في صدارة الهدافين اللاعب حسام حسن لاعب سموحة في مركز الأول بأربع أهداف ومحمود كهربا لاعب الأهلي في مركز الأول أيضا ومحمد شريف لاعب الأهلي ورمضان صبحي لاعب برامدز وأحمد سامير أو أحمد سامير لاعب طلع الجيش واجون وكوي إبوكا لاعب أمبي وأحمد رفعت في المركز الثاني لاعب المصر برسعي بثلاثة أهداف وماروان حمدي لاعب مصر المقصة وتشيملس بيكيل لاعب مصر المقصة ووليد سليمان لاعب الأهلي ويوسف أوباما لاعب الزمالك وأحمد الشيخ لاعب غزة المحلة وعمر جمال لاعب طلع الجيش وإمام عشر لاعب الزمالك وفادي فريد لاعب البنك الأهلي وعمر كمان لاعب المصري وشريف عادل لاعب سراميكا كليبطرة وولتر بوالي لاعب الأهلي وحسيني لاعب سراميكا كليبطرة في صدرات صناعة الأهداف اللاعب علي معلول لاعب الأهلي في مركز الأول صنع خمسة أهداف في مركز ثاني عبدالله السعيد لاعب برمجة صنع أربع أهداف ومحمد مجد أفشا لاعب الأهلي وفي مركز ثلاث أحمد رفعت لاعب المصر صنع ثلاثة أهداف وعمر جمال لاعب طلع الجيش وأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك وفي مركز الرابع أقرم توفيق لعب الأهلي صنع عدفين وبولان فوافي بولن فوافي لعب مصر بلقصة وألان كيانباد لعب الجونة وكريم فؤاد لعب امبي وعبد السميع براهيم لعب لتحاد سكندري متبعين الكرام كان معكم محمد نور الدين من قناة من الأخير خلاص اشترك في القناة فعل زر الجرس اعمل لك الفيديو نراكم في فيديو اخر بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته